في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية هذا بالإضافة أيضا إلى استهداف تشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 574 عنصرا إجراميا ومسرع سبعة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل وسرقة وسلاح ومخدرات وضبط معهم 306 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقاهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 93 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 1189 قطع السلاح ناري أبرزها رشاش إسنان جرينوف مائتان وخمسة بندقية مائة واثنتان بندقية ألية وخمسة وخمسون مسدسا وثمان مائة وأربعة وعشرون فرد محل الصنعة وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة ومائة وستون خزينة إضافة لألف واربعمائة وأربعة قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ خمسمائة وتسعة وخمسين ألفا ومائة وسبعة عشر حكما قضائيا من بينهم ألفان وسلسمائة وثلاثة عشر حكما جنيا ومائتان ألفا وسبعمائة وأربعة عشر حكما حبسة ومائتان وأربعة وسبعون ألفا وثمانمائة وستة وستون حكما غرامة وواحد وثمانون ألفا ومائتان وأربعة وعشرون حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط أحد عشر تشكيلا عصابيا ضموا خمسة وثلاثين متهما قاموا بارتكاب واحد وثلاثين حادث سرقة متنوع وتم كشف غموض سبعة وستين حادث ما بين حرق عمد وقتل وسرقة بالإكراه وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي ستة وتسعين متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط ألف وخمسمائة وخمس وخمسين قضية إدجار في المواد المخدرة بإجمالي ألف وسبعمائة وثمان متهما من بينها قرابة مائتين وخمسة وثمانين كيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من أربعمائة وستة وتسعين كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من ثلاثة وسبعين ونصف كيلو جرام وضبط حوالي عشرين ونصف كيلو جرام من مخدر الأيس الشابو إضافة إلى حوالي أربعة وثلاثين ونصف كيلو جرام من مخدر الاستوروكس وعدد ستة عشر ألفا ومائتين وسمانية وخمسين قرصة مؤسرة وثمانية عشر مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألفا ومائة وأربعة وتسعين قرصة رامدول مخدر وعدد سبعة وثلاثين ألفا وثلاثة وستين قرصة كيبتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون جنيها كما تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة أربعة وعشرين مليون جنيها متحصلة من الإدقار غير المشروع بالمواد المخدرة